الحاجة فعل مشرفة بالمناسبة طالما فتحنا باب الكلام عن السكواش والإنجازات الرائعة اللي بتتحقق كمان توج مروان عسل ويوسف هشام لعبة السكواش في النادي الأهلي ببطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش حسم مروان عسل لقب هذه البطولة طبعا تحت سن 15 سنة بعد ما فاز على زميله في النادي الأهلي سيف رفاعي اللي حقق المركز الثاني بعد منافسة أهلوية قوية للغاية استطاع طبعا من خلالها مروان عسل أنه يحسم لقب هذه البطولة في المباراة النهائية بالأمس كمان حصد يوسف هشام اللقب تحت سن 17 سنة عن جدارة واستحقاق بعد أداء مميز جدا أمام لعب لاجبول إياد حسام بس النادي الأهلي فيها هذه البطولة كل من مروان عسل سيف رفاعي ياسمين إريطم فريدة وليد يوسف هشام نور محمد مجاهد طبعا يعني أسماء كلها إن شاء الله حيبقالها شأن كبير في السنين القادمة سكواش النادي لأهلي الحياة من زمان بيدوم دايما عناصر مميزة للغاية الكل بيتحلى بالإصرار وبالحماس وكلهم عندهم نفس الرغبة العارمة في تحقيق الانتصارات والبطولات سواء الكلام على الفريق الأول أو يعني مختلف فرق قطاع الناشئين والناشئات في النادي الأهلي وكمان في بعثات المنتخب المختلفة شيء رائع هيا